السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محبي ومتابعي عادل فتح في كل مكان أصعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة وراحة بال وجمعة مباركة عليكم جميعا وربنا يخلكم لي ودعمكم لي وزي ما بتدعموني بطلب منكم أيضا تدعموا بعض القنوات اللي عادل فتح مؤمن بيها وهي الأستاذ فارس حاجة جميلة جدا والأستاذ حسن رئاكت من الناس المحترمة جدا وسكرينشوت مع عزة ووكهة نظر إخلاص أبرجيلة شيء رائع جدا وإنت الأفضل وخرجتنا مع هبة وأصلى الحكاية مع جيجي وإن شاء الله هبضل داعم لهم وخنوات أخرى بإذن الله هننوه لهم برغم عدم سابق معرفة بهم ولكن أنا مؤمن بموهبتهم الجميلة جدا وأرجو من متابعي محبي ومتابع عادل فتحي يشوفوهم وهم غالبا حيبقوا على طول على المنتدى عندي في الأيام القادمة برضو بقدخلوا المنتدى وشاهدوهم وشوفوهم حتمبسطوا جدا جدا منهم طب النهاردة عندك ايه يا عم عادل؟ النهاردة عندي البيت وقصة البيت والبيت وضعوا ايه دلوقتي الفيلا اللي في بردو في مفترية لان اتضحت فيها حاجات كتيرة جدا مغيبة ما فيش حاجة بتتقال وعندنا نشوة علوي وعليويكة وترميتهم على الناس وان الناس ظلم منهم والمتاجرة باسم الدين والدعاية باسم الدين والحاجات وأصبح الدين تجارة يعني شايفين انتو احنا بنتكلم في ايه والناس الحياة واخدهم برغم ان النشوة علوي وعليويكة سبحانك يا رب من سنة واحدة او من اقل الحقوني ضهري كان قبل كده القناة سرقت وراحت وعملت وضهري وانا بموت مش عارف ايه عرق النساء وانا وزني ومش ادرى اف مش ادرى بس هو كده الانسان انقدر زي ما بيقوله ما يعفاش وللأسف كل واحد بينسى وما يعرفش ان احنا كلنا على الدنيا كده المهم هنتكلم فيها باستفادة بدون اه تجنى على اي احد هنتكلم عن روني هنري كوني العقيد اللي الفلا دي بتاعته الناس بتقول هو على فكرة مش ملحد وانا هقول له لانا قلت لكم انا فيه تواصل بيني وبين احد اهلو يعني هو مش ملحد وهو من اصول اسبانية في الاساس وان اولاده رفعوا قضية وبالفعل احنا زي ما اقولت لكم ان احنا في مصر واغدين القوانين الفرنسية يعني في التقاضي اللي هو اه الدرجات بتاعته الدرجة اولى والدرجة التانية في التقاضي وهكذا ما عدا الامور اللي تخص الشريعة الاسلامية فقط فبالفعل ورصة اه العقيد روني هنري كوني حكمت لهم بنص الفلة يعني دلوقتي معهم نص الفلة واصبح فيه مازال فيه مراحل التقاضي على نص الفلة التاني وعلى شقة تقريبا بمية وستين الف يورو حاجة زي كده حيبان في الايام القليلة القادمة فاكرين لما هي جت من شهر من اه ستة الشهر وسلحت وقالت انا الفلة واسة عالية مع ان عندها بنتين وعندها زور وانا بفكر ان انا اجيب طلبة عرب ولا حاجة يعودوا في الغرفتين اللي برا واعمل لهم باب من برا عشان استرزق وهكذا هتأجرهم بكان بحق فيديو مثلا طب ما تعمل فيديو زيادة فالكلام ما كانش منطقي خالص انا علشان اسمع الكلام ده هي لو عملت فيديو واحد هيجيب قد الايجار اللي هي قالت عليه فليه مصممة انها عايزة تأجر الغرفتين دولت خاصة ان احنا في الاسر المصرية والاسر العربية ما يحبوش يبقى اللي قاعد معهم عزاب يعني طلبة يعني مسلا لو اسره راجل وزوجته ويقعدوا زي ما بيقولوا ايه عن الرحب والسعف اخدين بالكم يا جماعة الخير لكن كلنا اتفاجئنا انها بتقول طلبة وعزاب اتالي الموضوع كان خلاص فهي علشان لو حد شاف حاجة يبقى مش انا اللي قلت لكم بقول لكم نتنفس كذبا ما حدش بيرضى يقول الحقيقة خالص وسبحان الله الحقيقة بتبان ولو بعض فطرة من فطرة قريبة تقريبا من شهرين ثلاثة كده شفتوا الكراكيب وهي متعودة دائما اه ان كل حاجتين زي ما هي بكراكيبها مش عارف بايه ما لقينا والزوج حتى مش موجود ولا بيساعدها ولا حاجة بتشتال بتشتال ويطلع برا كل الحاجات دي على ادية اللي حدا ما توزحها وبمفهوم الكراسي مش عارف بتاعت مين القعيد اللي هو العقيد روني هنري آآ كوني كانت كل دا بيطلع والحاجات مع انها فيها حاجات اسرية وقالت انا مع كل الحاجات دي لان بالفعل اصبح الفلة دلوقتي قاصرة على النص لها والنص لأولاده طب النص لها بنا انا على ايه دا حكم اولي لسه فيه طعن طبعا وفيه تقاضي للدرجات لان ما احناش عارفين بقى ما حدش بيقول الحقيقة احنا كويس ان احنا بنجيب الاخبار من فم الاسد زي ما بيقوله فمش عارفين ايه مدى العلاقة اللي كانت مبين آآ مفترية وروني وزي ما قلتلكم هو مكانش ملحد بس هعرف لكم هو ايه صح يا مبوحسين وحيبان في الايام القليلة القادمة او القشر القليلة القادمة وقلتلكم هي اللي تكلمت على ملف روني وزي ما بيقولوا اللي حضر العفري يصرفه ان شاء الله هنبقوا مع بعض وهنعرف تباعد النهاردة مفيش اتفاجئته طبعا زي ما قلتلكم بالامس ان سكرينشوت معزة عاملة فيديو قبل الاخير حاجة فوق العملاء وهي ان النشوة علوي خدت مقطع من احد الممثلات في مصر وعملته وطبقته في المملكة العربية السعودية معقول يا جماعة معقول انا طالع الحج علشان اتاجر بالدين معقول انا طالع عمرة سوري مع العمرة زي الحج بالظهر عمرة بخمسة واربعين الف وخمستاشر الف المصاريف ولا عشرين الف ما نعرفش بقى اذا كان دعاية ولا حد اللي طالحها بس هو ده بستين سبعين الف وعلشان خاطر تعمل دعاية ولا لحاجة الشركة هو بقت المتاجرة بالدين اصبحوا اليوتيوبرات بيتجروا بالدين يعني اصبحت المناسك بتاعتنا انا بنتي طلعت الحج هي وبنت اختي والله والله ما تصوروا صورة صورة واحدة في اي مكان ما تصوروها وانتوا شفتوا طلعنوا كانوا الاحفاد عندي كانوا موجودين هنا فاكرين عمر خالد لما قال شايفين برجة الدجاج بتاعت الفرخة شايفين الفرخة شايفين يا جماعة شايفين يا مسلمين الشرابو برجة الدجاج الشرابو عشر خاطر الشيخ عمر خالد والله من يوم هالحدة تاريخ الساعة لم اشاهده ولا اعتذار ولا قابلت منه اعتذار وندمت ان انا كنت بتابعه انت طلح هناك في موسم الحج وراح تعمل لنا اعلان عن مرق الدجاج معقولة معقولة الدين بقى عند الناس تجارة شيء صعب شيء مهين احنا عندنا في سورة البقرة الاية 197 بتقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفص الحج اشهر معدودات فمن فرض فيهن الحج فلا رفص ولا فسوق ولا جدال في الحج يا رب اكون بس نطقت الاية صح ما نطقتها الصح ايبقوا خدوا العذر اذا لستوا بعالي بديد يعني ما معناها ان الحج او العمرة بيبقى فيه حاجات لو اتكلمنا في الحج اه يختلف في العمرة بس فيه حاجات مشتركة من الاتنين يعني الحج الرفص اللي هو الجماع او العلاقة الحميمية بين الرجل والسيء ولكن الحج والعمرة بيشترط فيها ايه لا فسوق اللي هو ايه الفسوق اللي هو التزاحم الملابس الزي اللي انا هروح بيه مش اعمل زي مفتوح وبعدين اروح قافل وانا بلف والزوج علي ويكا قاعد يصور وبحزق الملابس علي ما ينفعش زي ما كان في العمرة السابقة وشوفنا التزاحم على باب الملتزم وكان شيء مهين لا لما نروح نقد عمرة ولا حاجة ونبص في الحجر الاسعد لو كان فيه زحمة النساء ما تتزاحمش ولا تتضافة في وجود الرجال تستنى فطرة بعد صلاة الفجر في اي وقت ما كانش فيه خلاص لا ضرر ولا ضرار حتى باب الملتزم واحط ايدي لو لقيتني مش هقدر ست ولا حاجة عشان الزحام في وسط الرجال مفيش داعل حتى لو دخلت في حجر اسماعيه او صلت وراء مقام ابراهيه اذا كان غير متيسر فمش مهم ده حتى في الصفا والمروة في الخطين بينطلب من الرجال الهرولة ومن السيدات بالشرط الهرولة ليه لان الستان بتبقى اه لابسة ابيض وكل حاجة فالهرولة ممكن تهز اجزاء من جسمها حساسة فيبين مفاتن الجسد فمباح للست انها تمشي المشي الطبيعي يعني انا كنت وانا معايا اه حماتي بقى الله يرحمها ويحسن اليها كنت بعدي واجي بساعة ما خلص استنها مثلا عشر ثواني عشرين ثانية لان ما فيش الهرولة هو الستات ما بتهرولش غير الرجالة ممكن الرجالة تهرول ما بين الخطين في ايه يا جماعة لكن الاقي اه الجدل اه هنا الاقي اه هذا الوقت مين قال الكلام ده فارحمونا وارحموا عقلنا انا طبعا جسدت اختنا بنتنا الغالية اه شوت مع عزة جبت اللقطة هنا واللقطة بقى بتاعت ناشوة علوي صورة طبق الاصل متقلدة كربور انا بقى بس ما بعرفش اعمل مونتاج كانت الهزة بتاعت ناشوة علوي اللي تعملت ديت حوالنا ما الناس كلها ماتش يا ما الناس ما تبص مستقراب انت بتعملي ايه كانت نقصة تحطه اغنيت سكر محلي محطوط على كريم كعبك محني والعودة للايم يعني ايه كان صحيح اغاني مهرجانات وحاجة صعبة جدا كل التعياء وكل التعياء كل الاحتراب محبي ومتابعة ده حتى في كل مكان وجمعا باركة واللي كنت وصلته في الفيديو لحد النهاية تازم تحط راييك واللي يوصل يقول لنا وصلت للنهاية عشان اعرف كم واحد بيوصل لسماع الفيديو في النهاية شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته